خروقات حوثية جديدة في جبهات الساحل الغربي تحاول ميليشيا الحوث من خلالها احداث اي تغيير على ميدان المعركة لكن دون جدوى فالقوات المشتركة المرابضة لتأمين المواطنين في مدينة الحديدة وريفيا تتسطى لتسللات الميليشيا وهجماتها وتكبدها خسائر فادحة في الارواح والعتاد في حين تلجأ الاخيرة الى زراعة الالغام والمتفجرات في الطرقات والمناطق السكنية انسانيا استادفت ميليشيا الحوثي منازل المواطنين السكنية في شارع صنعاء وكيلو 16 بمدينة الحديدة وتعرضت القرى السكنية في مديرية الدريمي لاستهداف مماثل استخدمت خلاله ميليشيا الحوثي مختلف انواع الاسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية لكن القوات المشتركة تعاملت معها بتوجيه ضربات مباشرة على اوكارها كللت باخماد مصادر نيرانها ويقاع خسائر بشرية ومادية في صفوف مسلحيها وامام خضر الالغام الحوثية وما تشكله من خضر لحياة المدنيين تمكنت الفرق الهندسية التابعة للقوات المشتركة من تفكيك وانتزاع شبكة من الالغام التي زرعتها الميليشيا بالقرب من مضاحن البحر الاحمر وقال مصدر في هندسة القوات المشتركة ان الفرق الهندسية نجحت في تفكيك شبكة من الالغام المضاطة للدروع زرعها الحوثيين بالقرب من مضاحن البحر الاحمر الفرق الهندسية سبق وانقامت بعمليات مسح للمناطق القريبة من مضاحن البحر الأحمر ولكن عمليات المسح مستمرة نظرا لكثرة وكثافة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيا بشكل عشوائي ويأتي هذا ضمن الجهود الإنسانية للقوات المشتركة في إزالة مخلفات الإرهاب الحوثية في الساحل الغربي التي أدت إلى مقتل وإعاقة الآلاف من المواطنين غالبيتهم من النساء والأطفال ترجمة نانسي قنقر